ذنى وفي ذات الملف ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الأستاذة دكتور أحمد أويصال مدير مركز أورسام للدراسات الشرق الأوسط أهلا بك يعني أستاذ أو دكتور أحمد يعني اعتراض تركيا ينصب على طرق الريء البدائية في العراق التي تخضر أكثر من 60% من المياه كيف نوقشت تلك النقطة القديمة الجديدة مع تركيا؟ مساء الخير أولا يعني تركيا ليست أيضا غنية بالمياه وتركيا تستخدم المياه بشكل فني وبشكل أقلاني وتقني يعني هذا يفيد جدا وأنت تقتصد من استخدام المياه 70% وأعتقد المشكلة في العراق ليست يعني كله بنقص المياه لكن هناك مثلا مشكلة بالرياح بتلوث وأيضا كما تفضل ضيفكم يعني استخدام بين المحافظات وتوزيع المياه أيضا مشكلة وفي مثلا تقنية يعني لأن العراق حارة جدا في الصيف يعني يحلك الجميع يحلك كل شيء حتى لو لا تأخذ أي حتى قطرة من المياه لو لا تأخذ تركيا حتى هذا لن يحل المشكلة لكن هناك بعض الدول الجوار جواركم يعني بالخليج يستخدمون مياه بشكل فعال أكسر وتركيا أيضا بعض الدول الجوار للعراق أيضا هم جففوا كل الأنهار يعني هذا ليست مشكلة تركيا فقط الأهوار كما تعلم تمثل مكان محمي بقرارات دولية تمتد على مساحات واسعة وتستهلك كميات هائلة من المياه يعني كما تعلم هل يجري ضمان ذلك خلال الحوار مع الجانب التركي يعني حسب الإمكانيات تركيا تريد أن تتعاون وتساعد وأيضا يعني تكون الجار آمن يعني لا يريد لا تريد أن تقطع المياه وهذا حق الجار للعراق لكن حقيقة يعني هذا يحتاج إلى الجهد مشترك بدلا من تفكير يعني هذا نقول هذا حصتنا وهذا حصتنا ويعني نحتاج إلى نقاش تقني لكن داخل العراق يعني أعرف أيضا يعني هذا أصبحت مشكلة سياسية لأن الناس يعني يمرض ويعني يموت ويؤثر على حياتهم وشيء يعني مؤلم حقيقة هذا ليست يعني زنب تركيا لأن هناك يعني مبالغ كبيرة صرفت للمياه ولم يعني ينجزوا شيء هذا يعني مشاريع تستطيع تركيا تستطيع أن تقدم خبرة وتركي تقنيات وأيضا المفهوم المشاركة بروح الصداقة والجوار يعني حسن الجوار نحن حقيقة طيب دكتور رحمد تحدثت العراق أننا يعني محترمة وعزيز علينا يعني لا نريد يعاني الشعب العراقي لكنهم يعانون ليس بالمياه فقط في مشاكل أخرى يعني طيب دكتور رحمد تحدثت في البداية عن مشاكل تقنية ربما في استخدام المياه ماذا برأيك يحتاج العراق لتطوير نظم الري مقارنة بدول الجوار ويقال أيضا أن هناك شراكة بين مراكز أبحاث عراقية تركية في هذا الإطار نعم هذا بدأت النقاش لكن ما زال نحتاج إلى تطوير هذه الأفكار والرؤى وأيضا تقنيات نجمع التقنيات نحن نناقش أيضا مع جيران المراكز وهذا كله يعني كل الاجتماع هذا الموضوع يعني يطلع إلى الساحة ويعني هذا الطبيعي أيضا لا نلم أحد وهذا من حق الحقي واحد يعني لأنه ما مهم للجميع هذا الأفكار والتقنيات وأيضا نقاش بناء حقيقة يجيب الحال يعني بدلا من اللوم أو يعني أو أشياء أخرى يعني فيه نية حسنة موجودة من تركيا مثلا تركيا تستخدم النظام للري تستخدم نظام القطري يعني قطرة قطرة توزع المياه أنا يعني من أصول أيضا فلاح ونحن نستخدم في القرية أيضا نفس النظام ونستخدم مياه أقل بكثير من الري أعتذر منك جدا لضيق الوقت مدير مركز أورسام لدرسات الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد أويصال شكرا جزيلا لوجودي كمانا